قدم الرئيس السيسي الشكر والتقدير لجميع الوزراء اللي أنه مهمتهم وبيتمنى التوفيق لكل اللي كلف بديلا عنهم ويمكن ده نص كلام فخامة الرئيس على صفحة فيسبوك حسابه الرسمي على فيسبوك معروض قدام حضراتكم على الشاشة فخلونا نشوف أو نقرأ مع بعض بصوت عالي فخامة الرئيس كتب ايه على فيسبوك كاتب نصا دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزرية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدرتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري والذي نعمل جميعا من أجله أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم وهنا ينتهي كلام الرئيس أو النص اللي كتبوا الرئيس على حسابه الرسمي على صفحة فيسبوك